اشتركوا في القناة اخر جمعة هي منتأمل فيها بجمعة الالم اكيد وقتا بنقول الالم الخلاصية يعني الالم يسوع الخلاصية قبل ما نحكي عن الالم الخلاصية خلينا شوي نفهم مفهوم الالم شو هو الالم اكيد كل شخص مننا بحياتنا اختبر نوعا من الالم هناك فيه الالم جسدي اللي هو بينتج عنه اوجيع بالجسد من امراض معينة فيه الالم نفسي مثلا فقدين شخص عزيز او الى اخره النفس بتعاني من هذه الالم البشرية اكيدة في حلال من جراء هذه الالم تتضامن مع بعض البعض مشان هيك ما نشوف فيقة طبة بيسعوا انه يشفوا الاشخاص اللي عندهم مرض فيه نورسات بتساعد بتخفف وطقة المرض بالمستشفيات المستشفيات وجدت تحت تخفف كمان بالالام النفسية فيه اشخاص بيساعدونا تحت نقطع مرحلة الالم النفسية من اجل الشفاء انما وقتنا نحكي عن الام يسوع الخلاصية معنى ان احنا عم ننقل هذا الالم البشري الى الاله وهل يتألم الاله كلا بس الله كسلوس حبنا محبي لا متناهي وارسل ابنه الوحيد اللي صار انسان كامل يسوع الانسان مثلنا اختبر الالم ومنشوف ذروة الالم خاصة الالم النفسي في بستان الزيتون بعد العشاء السري خرج يسوع الى بستان الزيتون هونيكي صار يصلي هو عم بيصلي بقي وحده اكيده بطرس والرسل نامه بقي وحده هو الاب وكان عم بيصلي للاب قال له اعبر عني هزي الكأس وبعدين منشوف انه لكترة الالم بلش يتساقط العرق عن جبينه مثل نقاط من الدم ها هي درجة الالم ما كان بعد حدا اجاه عليه للحرس ولا الشرطة بعد ما حدا مد ايده على يسوع وحده تلقائيا بلش ينزف دم وهالدم هو الدم الخلاصي بهاللحظة يسوع اكيدة الالم الالم النفسية اللي كانت موجودة عنده كان شايف يهوزة العم بيخونه كان شايف بطرس اللي بدو ينكره بعد شوية كان شايف حتى بولوس اللي بدو يضطهد المسيحيين بدو يصليله تيرتد كان شايف كمان اغسطينوس ببداية حياته وبعدين كيف ارتد اغسطينوس كان شايف خطايانا كلنا خطايا كل شخص مننا وقدامها هزي الخطايا الكتيري كان يسوع عم يعبق تحت ثقل هذه الخطايا فاذا كانت هالالام النفسية بلشت الالم يسوع تظهر بلش يعرق دم الدم هول الخطايا وهيدي هي الالام الخلاصية هي اللي بتخلصنا هالدم اللي بيطهرنا نحن من خطايانا طهر البشرية كلها من خطايانا يسوع وحده كان واقف الدم باي والسماوي عم بمثل البشر وعم يحمل عنهم كل الخطايا إنما يسوع ما اكتفى فقط بنقطتين دم نزلوا عجبينه إنما متل نشوف إنه رجو عليه بلش بالجلد وهونيكي بلش يصفي دمه بالإكليل الشوك وعلى الصليب منقول منشوف إنه حتى آخر نقطة دم يسوع هلقدي حبنا واما ما نحب أعظم من هذا أن يبذل الإنسان نفسه من أجل أحبائه أكيد يسوع كان مات من الألم من الوجع ما بخل عنا مش بس بأول نقطة دم في بستين الزيتون إنما عطانا دمه سفك كل دمه حتى آخر نقطة دم دمه اللي عم يتحول مي هيدا من أجل خطايانا غفران خطايانا يمكن نقول طيب اجرب يسوع أوكي وتألم من أجلنا بس بعده الألم موجود هوني في نظرة جديدة صارت للآلام الخلاصية نعرف للديسي رفقة بقولوا عنها الجرح الزهدس أكيد في خمس جراح للمسيح إنما الجرح السادس هو جرح جسد والسري نحن جسد يسوع السري مشان هيك مثل ما بقولوا مربولوس وأكمل في جسدي ما نقص من آلام المسيح كل الآلام اللي نحن بنتحملها هون ستقول إلى المجد هي كنوز لألنا هي تذكرها من أجل الملكوت السماوي مشان هيك نحن بسيقوا عنا آلام هالآلام هي خلاصية نشركها مع آلام المسيح من أجل الخلاص ونال الملكوت السماوي آمين شكرا للمسيح شكرا للمسيح